موسيقى اهلا بكم تنطلق اليوم المرحلة الثانية من العملية العسكرية الاوروبية ضد مهرب المهاجرين غير النظاميين في المتوسط خارج المياه الاقليمية الليبية وتقضي العملية بالقيام بدوريات في اكثر من عشر مناطق محددة بدقة قبالة السواحل الليبية تفاصيل اكثر نتابعها في التقرير التالي السابع من اكتوبر موعد اطلاق المرحلة الثانية من العملية العسكرية الاوروبية ضد مهرب المهاجرين غير نظاميين في المتوسط يونفورميد عملية تهدف الى نشر ست سفن حربية اوروبية في المياه الدولية وخارج المياه الاقليمية الليبية المتحدث باسم العملية فابيو يانيلو قال ان هذه المرحلة ستحرص على القيام بدوريات في اكثر من عشر مناطق كما سيراقب الساحل الشمالي الغربي لليبيا من حدود تونس وحتى سيرت باستثناء منطقة قبالة طرابلس تركت مفتوحة تفاديا لأي حصار بحري وفيما تنطلق هذه المرحلة تستقبل شواطئ ليبيا المزيد من الجثث حيث ارتفع عدد الجثث التي تعود لمهاجرين غير نظاميين والتي تم انتشالها قبالة سواحل تجورة ومعتيقة الى 67 جثة بحسب اخر احصائيات الهلال الاحمر الليبي رئيس القسم الجنائي بشرق طرابلس عبد الكريم مختار اكد لقناة ليبيا لكل الاحرار ان جميع الاجراءات القانونية استكملت من اجل دفن باقي الجثامين الاجراءات القانونية التي اتخذت كلها التي هي من صدور بلاغ وجود جثة وجتمين على شواطئ البحر انتقلوا لحيط مكان الجثة وانتشلوا مجموعة من الجثة طبعا كلها مجودة فردية سيارات ما فيش امكانيات ما فيش وتم تجميع الجثة هذه ونقل هذه الرحمة بمستشفى ترابلس الطبي وفي ظل استمرار تدفق المهاجرين غير نظاميين اصدر جهاز الهجرة غير الشرعية بيانا اكد فيه ان اجاد حل لملف الهجرة غير نظامية لا يتأتى الا بحصول الجهاز على دعم مالي ولوجستي من اجل دولة الليبية والمجتمع الدولي ان الهجرة غير الشرعية وهو يقوم بواجباته المنوطة به في ظل الظروف الصعبة امنيا وسياسيا وماليا يؤكد ان الجهاز ماضي في اداء عمله وفق الخطة المحددة والتي تقفل ان يكون هناك تصدي فعال هذه الظاهرة ومحاربتها بمعية المجتمع المحلي باجهزته المختلفة وكذلك المجتمع الدولي ملف شائك يسقل كاهل الليبيين من جهة والاوروبيين من جهة اخرى وبين هذا وذاك يستمر المهاجرون في البحث عن ملاذ آمن بين مقبرتي البر والبحر نناقش هذا الخبر وابعاده مع ضيوفنا عبر سكايب من بروكسل خبير في العلاقات العربية الاوروبية محمد رجاي بركات وعبر الهاتف من طرابولوس الناطق باسم الهلالة الاحمر الليبي محمد المصراطي عبر الهاتف من طرابولوس ايضا ناطق باسم مكتب الهجرة غير الشرعية فرع طرابولوس عبد الناصر حزام ابدأ مع سيد حزام بداية ما موقفكم من اطلاق المرحلة الثانية من العملية العسكرية الاوروبية ضد مهربي المهاجرين غير النظاميين في المتوسط العملية المسمى يونيفار مود ميد اشتركوا في القناة سيد رجائي عملية تهدف الى نشر ست سفن حربية اوروبية على الاقل في المياه الدولية وخارج المياه الاقليمية الليبية برأيك ما الذي ستحقق هذه المرحلة من انجاز فعلي في التخفيف من حدة الهجرة غير النظامية طبعا ستقوم هذه السفن بإيقاف القوارب التي تحمل المهاجرين غير الشرعيين طبعا سيحصل ذلك بعيدا عن الشواطئ الليبية لن يستطيعوا الدخول الى المياه الاقليمية الليبية وحسب ما قالوا وذكروا بأنه سيتم إخلاء هذه القوارب إعادة المهاجرين أو إنقاذهم وتدمير هذه القوارب مصارداتها وثم تدميرها فبالتالي مدى نجاح هذه العملية ومدى النتائج التي ستحققها سيكون مقصور على فقط تدمير هذه المراكب وطبعا لن تحل المشكلة الأساسية بهذا الحصوص خلال دولة البرلمان الأوروبي أمس واليوم الرئيس الفرنسي هولاند والمستشارة الألمانية ميركل تطرقوا إلى موضوع الهجرة غير الشرعية وطبعا كان تركيزهم كالعادي على سوريا واللاجئين القادمين حول تركيا لم يتم ذكر ليبيا إلا مرة واحدة عندما ذكروا بأن على الاتحاد الأوروبي أن يقدم مساعدات مالية لليبيا طبعا خلال الأسبوع الماضي السيدة موغرينية الناطقة بموثلة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية ذكرت أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم 100 مليون يورو فهل ستكفي 100 مليون يورو لمساعدة ليبيا على الخروج من مشكلة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين وتزويدها بالمعدات اللازمة لمكافحة الهجرة غير الشرعية هذا السؤال الذي يجب طرحه طيب سيد أحزام إذن ما الدور المنط بكم اليوم إثرى ارتفاع عدد جثث المهاجرين غير النظامية خاصة في سواحل ميتيقة وتجورا أستاذي الموضوع هذا يرجع إلى نقص الإمكانيات وزي ما ذكر رئيس جهاز مكافحة الهجرة الغير الشرعية العخيد أحمد في النبأ اليوم أنه هو الافتقار للأجهزة اللوجستية والأجهزة البحرية نحن في رقاء سابق كان زالنا وزيد الداخلية في المقر هنا وكان عنا مقبوض حوالي تحدود الاف واربعمائة مواجغة شرع الميتيزيات مختلفة ثم نقبض عليهم في جهة تجورا وبين مع محمد أجهزة لاسركية وتصارت بعيد مدى وفاعلنا أن نحن زوارق طابع البحرية الليبية لم يتم تسينا كانت في صيانة لإيطاليا عن طريق الحكومة التنسية ولم يتم تسينا البحرية الليبية هذا تقصير وتم مكاتلة جهة التساصة عن طريق الخارجية الليبية الداخلية عن طريق الخارجية الليبية وخارجية الليبية وخارجية الليبية وخارجية إيطالية ولكن لازلوا من الحديث هذا لا يوجد تعاون حتى أمس كان هنا قناة إيطالية إيطاليا رسمية شافت مراكس اللواة وشافت كذا وشافت المواقع كلها يفتكروا إلى الدعم الجستي الدعم الجستي يهب أن يدعم به الجهاز لأن في السابق كانت فيه نقاط صاحلية وكانت نقاط مربوطة ببعضها من الزوارة حتى للزايا والزايا حتى لمناخ صاحلية في شرق وغرب ترابس وكانت فيه متابعات وكانت فيه حال هذا مش موجود بفيد بش ما أقول أنت ما عندكش لو عندك قوارب لو عندك مثلا زوارك وأنها تخلق بالمواخة بعض طول الساحة لو عندك طوران عمودي طبعا هذا نقص لابد من تفير الألية المعدلة حتى كان في اجتماعات مليون فاتو في 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 سراح البحرية ونخشف الوضع الموضوع اللوجيسي هو الأساس يعني لو كان فيه موضوع طيب سيد حزام وصلت الفكرة في هذه النقطة سيد حزام ولكن هل يتوفر لديكم سيد حزام حصيلة أخيرة أو حتى أسبوعية لربما لعدد جثث المهاجرين غير النظامية التي وصلت إلى سواحل ترابلوس والله ما عنديش العدد بالضبط ولكن العدد زي ما اسمعت عندها طبعا هذا هي عمية الاتصالات هذه هي المشكلة طيب احنا لو فيه اتصالات وفيه كده يعني كل نقطة سحلية تلا تعرف من نقطة نقطة تعرف وفيه متابعة ما بين الدوليات ولكن مفيش حتى أجزة اتصالات مفيش الغرف تأخذ بحاجات شخصية وبمجهود شخصي الحقيقة يعني الموراية الكولابس موجودة نعم سيد رجائي بحسب وكالة الصحافة الفرنسية فإن يونيفورميد تفتقر إلى عناصر قريبة من الشبكات إلى أي مدى يمثل هذا الأمر عقبا في طريق الحد من تدفق المهاجرين طبعا من أجل إيقاف المراكب يجب أن يكون تكون القوات البريطانية والفرنسية المشاركة في العملية والألمانية سفن بحرية على علم برغبة هؤلاء الأشخاص بتوجههم ركوبهم من البحر وقدومهم إلى دول الاتحاد الأوروبي فبالتالي التصريحات هذه تدل على أن الأجهزة الاستخباراتية الأوروبية غير قادرة على التغلغل في ليبيا على الشواطن الليبية ومراقبة المراكب ومراقبة ومعرفة من هؤلاء المهربون فبالتالي هذه نقطة ضعف بالنسبة لعملهم هم الآن ما سيفعلوه سينتظروا السفن على حالة تخرج من المياه الإقليمية الليبية وسيقوموا باعتراضها داخل المياه الدولية على بعد 12 ميل بحر من الشواطئ الليبية فطبعا ستكون هذا عائق أمام فعالية عمل هذه المرحلة المرحلة الثانية من عملية مكافحة الغير الشرعية سيد أحزام يعني في هذه المرحلة سيراقب الساحل الشمالي الغربي لليبيا من حدود تونس حتى سرت باستثناء منطقة قبالة مدينة طرابولوس تركت مفتوحة تفاديا لأي حصار بحري هل تم التنصيق معكم لعمريات داخل المياه الليبية باعتباركم مكتب الهجة غير الشرعية سيد أحزام سخصية لم يتم التنصيق معنا كفرات رابط لكن ممكن في التنصيق يكون مع لدارة العامة للزيازة لا يوجد خلطية على التنصيق هذا صراحة طيب يعني ماذا عن هذا الحصار الذي أو هذه المراقبة التي ستتم هل ترى أنها ربما ستأتي بنوع من النفع لمراقبة المهاجرين والله استاذي بالنسبة للمنطقة التي تتحكي لها بمدينة طرابوس أو مثل المسابة التي تتحكي لها هذه تتقول ليس مراقبة 100% ولا تتقول 20-30% فيه مراقبة فيه متابعة السواحي المقبوض علينا في الفترات السابقة هذه ما تمتش في جهة زوارة أو جهة كده كلها تمت في جهة الطلافش مجال أقول لي حتى لاتجورة جهة زاوية جهة هدية يعني ما كانش فيه أمور يعني من جهة الشرقة وجهة الغرب بتات يعني كلها فيه جهة منطقة الطلافش وتمت فيها يعني فيها فيه أماكن تم ودهمتها قبل العبور للبحر بحكم التحقيقات أو بحكم قبل الأفراد من الإجراء ومأسية تاج البشر في أماكن تم ودهمتها قبل شروع وركوب في البحر طيب سيد رجائي يعني هذه المراقبة تأتي باستثناء منطقة قبالة مدينة طرابلس تركت مفتوحة تفادية لأي حصار بحري لماذا يؤخذ هذا الاستثناء طبعا حسب ما فهمت أن الكثير من المراكب التي تغادر الشواطئ الليبية تغادر عن طريق هذا الشاطئ مقابل طرابلس فقد يكون هذا الاستثناء من أجل التمكن من إيقاف هؤلاء المهربين لأنه إذا كان تم إغلاق الحدود بشكل تام أو الشواطئ بشكل تام فلن تتمكن قوات البحرية الأوروبية من إيقاف هم ومصادرة المراكب وتدميرها فقد يكون هذا السبب الحقيقي ولكن أيضا فيما لو تم فرض حصار على كافة الشواطئ الليبية قد يؤدي ذلك إلى ضرر بالنسبة ليبيا لا يوجد هناك أي معبر أو مخرج بحر ليبي بإمكان السفن الليبية والقارب الليبية العبور منه للتوجه إلى البحر المتوسط طيب ما رأيك في من يقول بأن المرحلة الثانية هي تمهيد للمرحلة الثالثة وهي الدخول في المياه الليبية يعني قيام بعمريات داخل المياه الليبية هل توافق هذا الطرح؟ طبعا هذا الطرح وارد والتصريحات التي صدرت مساء اليوم عن المستشارة الألمانية ميركل عندما تحدثت عن ما يجري في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط وبالتالي طبعا بشكل غير مباشر هذا قد يعني ليبيا في المستقبل القريب قالت أن قد يكون هناك حرب شاملة في منطقة الشرق الأوسط وقد تتأثر الأراضي الأوروبية مما يجري هناك ولذلك طلبت أن يتم التدخل بشكل سريع من أجل وقف من أجل إنهاء الأزمات هناك فطبعا حتى الآن لا أدري ما هي طريقة تدخل القوات الأوروبية أو دول الأوروبية في المنطقة في سوريا في العراق فطبعا بالتالي بعد ذلك سيكون دول دول ليبيا فمن المؤكد أن القوات حفشمها الأطلسي كما ذكرت في برامل السابقة وقوات أوروبية ستتدخل في ليبيا و طيب يعني برأيك هل ترى أن الإمكانيات الأوروبية سواء كانت يعني الاقتصادية أو حتى اللوجستية العسكرية تسمح بالقيام بهذه العملية داخل المياه الليبيا لا أعتقد أن الإمكانيات البحرية والعسكرية للدول الاتحاد الأوروبي قادرة ولكن طبعا الاتحاد الأوروبي يعمل ضمن إمكانيات حلف شمال الأطلسي فبالتالي سيكون الدور هو دور لحلف شمال الأطلسي في ليبيا وليس لبريطانيا بريطانيا وفرنسا وألمانيا أرسلوا وبلجيكا سترسل أيضا سفينة حربية ولكن هذا لا يكفي في حال حدوث تدخل داخل المياه القيمية الليبيا وتدخل داخل الأراضي الليبيا سيكون هذا التدخل حسب رأي من قبل حلف شمال الأطلسي طيب سيد حزام صدر بيان عن جهاز الهجة غير الشرعية أكد أن إيجاد حل لملف الهجة غير النظامية لا يتأتى إلا بحصول الجهاز على دعم مالي ولوجستي من الدولة الليبية وحتى المجتمع الدولي محليا يعني من النحية المحلية ما حجم الدعم الذي تحظون بها الآن سيد بن عقب على كلام الأستاذ السابق اللي يتكلم بخصوص تدخل العسكر وكده هي يعني في الأحيان مرة أوروبا لو تساعد ليبيا أو تساعد الجهاز أو تساعد داخلية بالدعم اللوجستي أو الدعم البحري أو تساعد بأجهز الاتصالات أو بالرادارات يعني مرة ما يكونش فيه احتياج للمهورة تدخل هناك أشخاص يشتغلوا في الجهاز قادرين على أن البحرية موجودة الجهاز موجود أفراد الجهاز موجودين لكن زي ما ذكرت يعني نحق الدعم الدعم مناخ جدا يعني ما فيش الدعم ما فيش يعني حتى الليداعات يعني يقولك أنا نقلش عن 35 ما بين محطات إدعية خنوات تلفزيونية وقنوات مسموعة جتنا حتى من كندا من أمريكا من أكوادو قادرين يجوه دار التحليل ودار صور ما فيش كلام لك يوسف فلاس طيب إذن ما الذي تريدونه ما الذي تطلبونه كدعم حتى يمكنكم من القيام بعملكم سيد حزام دعم النادي يتكوم في الأجهزة وفي القوارب وفي البير العمودي ويوجد الصلاة وردارات في كلها أشياء تساعد حد من الإجراء يعني يعني يشخاص يعني البشر يستغر يستغر بأجهزة يعني حتى الأوروبا يستغر بأجهزة يعني يعني معنا أوروبا يستغر يعني 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 الأوروبا في بلدان ويرقب في السواح بالزوارق والصفر الحربية وكذا طيب هل قمتم بالتواصل يعني بوزارة الداخلية يعني حكومة الإنقاذ مثلا بشكل عام حتى تمكنكم بهذا الدعم والله حكومة الإنقاذ عندها عندها عاملنا والجهاز عندها عاملنا ومعروف يعني معروف يعني شنه نواق نطبطها معروفة مش مخصية وما يعني بعد كل الإدارة كل مساءة الدولة ووزارة الداخلية وكذا كل من يؤلم طيب سيد رجائي عاملية تحت اسم صوفية هل إطلاقها يعني بالضرورة وجود توافق داخلي في الاتحاد الأوروبي أنها ستحل أزمة الهجرة أود في البداية أولا أن أعلق على مقاله الزمير بالنسبة للدعم المالي والدعم الأجهزة من قبل الاتحاد الأوروبي لليبيا اليوم على سبيل المثال في بروكسل في شوارع بروكسل صارت مظاهرة مئة ألف مواطن بلجيكي نزل للشوارع معارضين سياسة التقشف التي تتبعها الحكومة البلجيكية سياسة تقشف إجراءات تقنين النفقات وتخفيض البطالة مصاريف أو مخصصات البطالة والتقاعد الآخرية فبالتالي هذا يدل على أن أوروبا عندها مشاكل اقتصادية ولم تقدم مساعدات كما هو مطلوب لليبيا هو ما يقصده بنسبة لسيد أحزام بدل القيام بهذه العمريات العسكرية المكلفة ما عليها إلا أن تتواصل مع الجانب الليبي وتقوم بنوع من الدعم اللوجيستي حتى يقوم الجانب الليبي بهذا العمل الموضوع المطروح بكل صراحة أي جانب ليبي حتى لو قامت دول الاتحاد الأوروبي بإعطاء أجهزة ومعدات لليبيا لمن ستعطي هناك تخوف ستكون تخوف من قبل السلطات أو الجهات الأوروبية أنه في أي أياد ستقع هذه المعدات والأجهزة وأيضا إذا كان حصل تدخل عسكري لن يكون هدفه فقط الهدف المعلن هناك أمور أخرى خفية قد تكون من بين أهداف التي يرمي إليها أو يهدف إليها الاتحاد الأوروبي وحتى حل شمال الأطلس طيب التحق الآن معنا سيد المصراطي سيد المصراطي هل سيتم أو هل يتم مدفن جثث المهاجرين بشكل مباشر بعد انتشارها وما سواحل الأكبر حصة من جثث المهاجرين لا يا أخي الكريم طبعا راح لسوق الواضح حسنا فهمت أنها تكسر على سياسة جثث أو شيء من هذا القبيل سألتك سيد المصراطي إذا كنت تسمعني الآن يعني ما إذا كان يتم دفن جثث المهاجرين بشكل مباشر بعد انتشالها طبعا ما يقوم به في هذا الموضوع هو من موضوع إدارة الروفات الجثث المهاجرين ويتم عملية انتشال وعملية حضور للسلطة القضائية والسلطات المحاجية في هذا الخصوص حيث يتم الاشراف على عملية نقل هذه الجثث إلى المستشوى وأيضا في حدث في المساعدة في حصول على أمر بزفن مخدسة للحمة في ذلك في حدث بسيطة طيب يعني حسب متابعاتكم يعني ما هي الصواحل الأكبر التي شهدت أكبر حصة يعني من جثث المهاجرين الله يا أخي الكريم لو تحدثنا كمثال بسيط خلال المسبوع خلال الفترة السبع أيام المارية وصلنا إلى حوال 80 جثث مدين سواحد صدرات ومحيكيكا وتاجورا في الفترة المارية كانت هناك عدد كبير من الجثث في زوار يعني في أيضا في الخمس أن هذه المعلومات تريدنا من فروح لكي تلك المراض أن أكبر مراض التي يختصيها وجود الجثث على شواط في المدن نعم طيب لو نأتي سيد المصرات إلى مسألة الدعم يعني هل يقدم لكم الدعم اللازم لانتشال الجثث وما يحتاجه ذلك من معدات دائما من ناشد بسلطات المحلية بدعم الجمعية في هذه الجامعة هناك أماكن يوجد فيها جثث لكي تصل إليه تحتاج لسيارات خاصة لذلك أيضا هناك بعض المعادات الأخرى نحن نجد تعاون ودعم مع شريكنا الأساس البلد المدنية سيضحنا حيث توصل ملابس بفريق الدارة الجثث وأيضا لأكيات الجثث بالإضافة إلى دعم في إعداد التوادر فرق إلى اللحظة في هذا الجامعة فهذا هو الدعم الذي نتحصل عليه بهذا خصوص شبابنا موجودون ويقدمون دورا من الزين بشكل متطوعي ولكن نعم النظر في المعدات الجسدية وأيضا عداد الفرق في دورات أكثر بعد وخصوصا مع تنامي هذه الظاهرة وهي هدفها هذا العام بشكل جديد والله السيد الحلول اللي هي زي ما ذكرت في السابق الناس اللي تب تشغل موجودة وفيه ناس كشرطة محافظ للشغل يعني لأن إحنا قاعدين نستغل 24 ساعة ونستغل ونقصر في الأمور هذه بناعة العمل الدعم هو الأساس يعني الدعم أساس كل شي هو سواء من دولة الليبية أو من موظمات دولية أو من الأوروبا إحنا حتى يعني أنت شوف يعني كم الهجرة تصرف في غوجبات العاشة يعني أنت تخيل أن عندك أنت 1400 موقوف أو مهاجر الشرحي تم القبض لأن 1400 موقوف هذا يعني شوف كم السنزاع في المال الدولة يعني 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 يبي يفطر يبي يتغدى يبي تعشى يعني لو أنت تدير حسابك يشعر كم مبلغ ما فيش تعاون حتى حتى الترخيل يعني إوروبا لو ساعت في الترخيل نقدر 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 يعني الترخيل عنده في مسجل يعني جيم غانا للتشاد نادي سايران بترحل مثل للصومات طيب نعم وسط الفكرة سيد حزام سيد رجائي أزمة الهجرة غير نظامية برأيك هل من أفاق قريبة لحلها برأيك لا أعتقد أن هناك أفاق قريبة لحلها طلاقا قبل سنتين شاركت في برنامج على محطة فرانس بانكاتر مع أحد المسؤولين الليبيين وطبعا غضب عندما قلت أنه لن يكون هناك أي حل لهذه المشكلة هذا حدث قبل سنتين فوجدنا أن المشكلة تفاقمت أكثر فأكثر يعني الآن أعتقد الأولوية يجب أن تلطيها الأطراف الليبية لتشكيل حكومة وفاق وطني وتجنب مخاطر أخرى قادمة لا تنسوا أن ليبيا يتجد فيها النفط وأن آلاف المهندسين والعملين في مجال النفط غادروا ليبيا خلال عند بدء ثورة في ليبيا وهناك مصالح اقتصادية مصالح نفطية للدول الأوروبية والغرب في ليبيا والاستمرار الأوضاع والتدهور الأمن في ليبيا بهذا الشكل ستكون نتائج وخيمة نعم شكرا جزيلا لك وبهذا نصل إلى ختم حلقة اليوم من برنامج خبر وبعد نشكر ضيوفنا عبر الهاتف من طرابلس الناطق باسم الهلال الأحمر الليبي محمد المصراتي وعبر سكايب من بروكسل الخبير في العلاقات العربية الأوروبية محمد رجاء بركات وعبر الهاتف من طرابلس الناطق باسم مكتب الهجة غير الشرعية فرع طرابلس عبد النصر حزام والشكر موصول لكم مشاهدين الكرام فتقبلوا تحياتي ودمتم في أمل الله ورعايته اشتركوا في القناة